نظام ويندوز 11 الجديد كيف تفعله الترقية؟ الخطوات بكل تبسيط أهم المزايا وخلال هذا الفيديو بإذن واحد أحد تعرفوا كامل التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وخلال هذا الفيديو بتعرفوا الأشياء التي قلت لكم في البداية وأيضاً سيكون مثل الإرشاد خطوة بخطوة وإذا هذه الفيديوهات تعجبكم لا تحرموني من لايك وتكونوا متابعين وبإذن الله يفيدكم هذا الفيديو في إتمام الترقية لنظام ويندوز 11 قبل أن نبدأ الترقية، إذا قد تعطيكم تفاصيل القطع، يمكن بعضكم يعرف، ولكن البعض لا لذلك، مايكروسوفت توفر التطبيق يسهل عليكم كل شيء من ناحية معرفة مدى كفاءة جهازكم للترقية وعلى فكرة، النسخ الذي تم شراءها الجديد من نظام ويندوز 10 قابلة للترقية حسب سياسات الشراء لهذه النسخة من ويندوز 10 وكثير من الأجهزة الموجودة في الأسواق ستكون صالحة للحصول على ويندوز 11 مجال ونبدأ الخطوات وبكل بساطة أكيد تحتاجوا أشياء محددة موجودة على جهازكم الخطوة الأولى هو تحملوا تطبيق فحص حالة الكمبيوتر PC Health Check من مايكروسوفت وسأضع لكم رابط في وصف هذه الحلقة الآن، ثبتوا التطبيق وتفتحوا ويعطيكم لمحة سريعة عن الجهاز وسيبين لكم إذا كان الجهاز يتوافق مع ويندوز 11 كذا تعرفوا الأشياء الموجودة عندكم والمتطلبات في القطع الكاملة للكمبيوتر هو مكتبي أو لابتوب إذا أمور تمام للترقية إذا تممتم كل شيء سواء من تسجيل دخول بحسابكم إلى مايكروسوفت وتأكدتم من إتمام التحديثات وتوافق القطع ستذهب إلى خيار التحقق لأنه سيعطيكم النتيجة النهائية إذا كان جهازكم يتوافق أو لا بعدها ستذهب إلى صفحة تنزيل الويندوز 11 الرسمية ويعطيكم مجموعة خيارات للترقية للويندوز 11 أسهلهم بالنسبة لي الخيار الأول الذي اسمه مساعد تثبيت ويندوز 11 وبالإنجليزي اسمه الويندوز 11 Installation Assistant ونحمل الملف نفتح التطبيق حكم مساعد تثبيت ويندوز 11 سيتطلع لنا شروط الترخيص نضغط موافق ونذهب لنافذة فيها ثلاث خطوات الأولى تنزيل الويندوز وهنا سيأخذ شوية وقت على بال مايتم التحميل وعلى حسب سرعة الإنترنت عندكم الخطوة الثانية التحقق من التحميل وتأخذ لحظات بسيطة لتأكد نفس البرنامج أن النسخة التي تم تحميلها بوقت طويل أو قصير هي نسخة صحيحة وأمورها جيدة لأن الخطوة الثالثة وهي التثبيت جداً مهمة وخلال الخطوة الثالثة التي ستأخذ معكم شوية وقت على بال مايتم تثبيت ويندوز عندما يصل التثبيت لنسبة الثلاثة والثمانين في المئة سيطلب إعادة تشغيل الجهاز نضغط على إعادة التشغيل وهنا سنذهب على طول مباشرة لشاشة الإقلاعة وهو الستارتاب وسيظهر لكم دائرة الويندوز وأسفلها Working on Updates وهو جاري العمل على التحديثات والنسبة المئوية لهذه التحديثات ننتظر إلى أين ما نخلص؟ بعدها انتهت عملية التثبيت وسيظهر لكم قائمة الدخول نسجل الدخول وننتظر لدقائق لكي ننتهي عملية التجهيز للنظام وأول استخدام وهذه الأشياء كلها مرة واحدة تحدث بعدها على طول بإذن الله تظهر لكم واجهة ويندوز 11 الجديدة بما أننا ثبتنا النظام، دعوني أستعرض لكم أبرز مزايا ويندوز 11 أول شيء، الواجهة تحسنت سواء من ناحية الأدوات والاختصارات وأبرز شيء، تلاحظوا شريط إبدأ والتطبيقات التي تثبت عليه صارت في المنتصف زر إبدأ أول ما تضغطوا عليه، ستلاحظوا أنه صار أكبر وأسهل في الاستخدام والوصول إلى التطبيقات والإعدادات وحتى الملفات تخصيص الواجهة صار أرتب وأسهل ومايكروسوفت أطلقت مجموعة متنوعة من الثيمات التي هي الواجهات المختلفة تعطي المستخدمين تنوع أكثر في الاختيار الواجهة الأنسب لكل شخص تكسيم الشاشة صار أسهل بمجرد وضع مؤشر الفارا عن المربع العلوي الخاص بالنافذة سيظهر لكم مجموعة تكسيمات جاهزة للنوافذ مثل نافذتين أو ثلاثة أو حتى أربع نوافذ هذا الموضوع مرة يسهل علينا تعدد المهام بالذات، عندما يكون لديكم أكثر من الشاشة، فهو مرة جميلة تم توفير تطبيق وون توتش لمسة واحدة سيمكنكم بسهولة من استخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز وإجراء الاجتماعات والدردشات بسرعة وسهولة تم إضافة تطبيق خاص في شريط إبدأ يظهر لكم قائمة الاستعراض، الطقس، الأسهم، نتائج المباريات، الأخبار وغيرها وهذه القائمة قابلة للتخصيص بشكل ممتاز ومن خلال التخصيص، ستقدروا تضبطوا المود الذي تريده لماذا تجعلوا معالجة على هذا الموضوع في الجهاز؟ وبعد تمام الترقية، يمكنكم تبحثوا على الأشياء كثيرة في هذا النظام سهلت عليكم الأمور، وبكل بساطة، هذه الخطوات كانت موجودة احتفظوا بهذا الفيديو، اضعوا سايف فور ليتر، واتش ليتر، اضعوا ما تبغيوه اضعوا عليك اعجاب، المهم أن تجدوه بعدين الفكرة هو أن ترقية ويندوز 11 ستستمر معنا لوقت جداً طويل الترقية في البداية قلت لكم عليها أمور أساسية فلا تنسوا تتابعوها وشاركوا الفيديو مع الذي تتوقعوا أن يحتاجوا الترقية لنظام ويندوز 11 الجميل الجديد ونهاية الفيديو وكل فيديو، سبحانك الله وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أراكم على خير بإذن واحدة